بالنسبة بقى للعيبة المصابين واللي طبعا بنتمنى لهم كلهم الشفاء العاجل امبارح تواجد عمار حمدي في مقر النادي بالجزيرة وادى تمرينات علاق طبيعي وكان بيتسو موسيماني حريص على انه يتكلم مع اللعب ويتطمن كمان على حالته الصحية الدكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال ان الفحوصات الطبية الاخيرة اللي اجراها بدر بنون مدافع الفريق اكدت حكته الى فترة من الراحة تصل الى شهر ونصف الشهر طبعا بسبب تدعيات اصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في امم افريقية اللي يقيمت بالكاميرون والحقيقة كل الدنيا مفتقدة بدر بنون وجوده في الملعب والثقة اللي بيدهن حتى كمتابعين لأي مباراة وطرف رئيسي فيها لا بيقفر الدنيا والعيب راجل بكل ما تحمله كلمة من معنى ومقاتل برضو بالمعنى الحرفي